بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يلتبيك ربك ويعلمك من تأوين الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها وعلى آل عقوب كما أتمها على بويك من قبل إبراهيم وإسفاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما شالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناشحون أرسله معنا ودى يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أنت بنؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تشفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فادنا دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأوين الأحاديث والله غالب على أمنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت البواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مطواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميشه من دبر وألف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاه من نراد بأهلك سوء إلا أن يسجنوا عذاب أليم قال هي راودت ذي عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قبيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قبيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قبيصه قد من دبر وقال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعلم عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكلهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشد الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فلذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسي فاستعصر ولئن لم يفعل ما آبره ليسجنن وليبون من الصاغرين قال رب استجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستداب له ربه فاشرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني يعشر خمرا وقال الآخر إني أراني يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما قعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتزبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس دا يشكرون يا صاحبي السجن أأو باب متفرقون خيرن من الله الراحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسمى سميتموها إلا أسمى سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعمدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسطي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه فاقضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سدين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عداف سبع عداف وسبع سنب لكن خضر وأخر يابسات سبع عداف سبع عداف وسبع سنب بلاد خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن وكنتم بالرؤيا تعبرون قالوا ألغاق أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي ندى منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الشديق وافتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عداف سبع عداف وسبع سنب بلاد خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين تأبا فما حصدتم فذروه في سنب له إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا ظليلا مما تحشنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعاشرون وقال الملك ادوني به فلما داءه الرسول قال اردع إلى ربك فاسألهما ما بالنسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل لحاشر الله ما هذا قل لحاشر الله ما علمنا عليه من سوء قالت قالت الرأة العزيز الآن حسحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم نفنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائدين